المعروف ان العصور على كنز محتاج ايام ويمكن شهور عشان يلقوه واوقات كمان بيحتاجوا الخريطة لكن الحظ عارف اصحابه وبنلاقي ناس عادية جدا مش مهتمة بالبحث عن الكنز لكن بيلقوه عن طريق الصدفة ويبقى معاهم ملايين وفي اماكن محدش ابدا يتوقعها النهاردة معانا قصص لناس لقوا كنوز في اماكن غير متوقعة ومن اكتر القصص غرابة هي الاخين ورسوا بيت من ابوهم وهم بيجددوا ويصلحوا في البيت لحظوا ان فيه شق في الحيطة فحاولوا يفتحوا الشق ويشوفوا وراه ايه لقوا وراه مستودع سري وفيه بعض الحاجات بس مش مهمة اوي ولقوا كمان لوحة فنية اول ما شافوها استغربوا جدا لان عندهم نفس اللوحة دي متعلقة في البيت فبدأوا يبحثوا عن اصل اللوحة وليه عندهم نسخة طبق الاصل من التانية واي واحدة فيهم الاصلية وايه التقليد وليه باباهم احتفظ بيها في مكان سري في البيت وبعد البحث اتضح لهم انها اللوحة غالية جدا وكانت غلاف المجلة الامريكية ستار داي وحاز الغلاف على المركز التاني في قائمة اغلفة المجلات الاكثر شعبية وتم باعها في مزاد بمبلغ 15 مليون وربعمائة الف دولار اما بالنسبة لوجود نسختين منها فده لان والده مشتر اللوحة سنة الف تسعمائة وستين بتسعمائة دولار وهو كان عارف ايمتها الحقيقية فعمل نسخة طبق الاصل وعلقها في البيت وخب اللوحة الاصلية من زوجته في المستودع فاللحين في الصين بيزرعوا سنة 1974 وهم بيوزعوا المية في الارض بالتساوي لقوا تمثال طيني مدفون في الارض قعدوا يدوروا ويبحثوا لقوا قطع اسرية من السهام والاسلحة المختلفة وبلغوا السلطات المحلية وبعد الحفر لقوا اكتر من 8000 جندي و130 عربية حربية و630 حصان وبعد البحث عن تاريخهم اكتشفوا انها من اكتر من 2300 سنة عيلة في نيويورك اشترت طبق صيني ب3 دولار قديم من ناس قاعدين في الشارع عجبهم شكله الغريب وتصميمه الرائع وبعد عرضه على الخبراء اتضح لهم انه مصنوع من 1000 سنة وتم عرضه في مزاد ابتداء من 300 الف دولار لكنه اتباع ب2.2 مليون دولار وحاليا موجود في المتحف البريطاني واحد ساكن في بيت وحب يرممه لكن ما عندوش المبلغ اللي يسمح له يجيب عمال يساعدوه فقرر يشتغل بنفسه واثناء ما كان بيشتغل في القبو لا ابريق في البداية اعتبروا ابريق عادي لكنه وهو بينقله لاحز انه تقيل جدا وتفاجئ ان جواه عملات معدنية وزهبية كتير قوي يرجع تاريخها من فترة العشرينيات الى الاربعينيات من القرن السادس عشر وقيمة العملات دي حوالي 40 الف دولار زوجين وهما بينظفوا بيتهم شافوا تمثال صغير ومش فاكرين التمثال ده دخل بيتهم امتى ومين اشتراه لكنهم بعد كده افتقروا انهم اشتروه من مدة طويلة جدا ولما بحثوا على النت عن معلومات عن التمثال اكتشفوا انه تمثال مش عادي التمثال ده صنعته شركة روسية كبيرة وهو تمثال الامبراطور نيكولاس الثاني وتمنه خمسة مليون دولار صياد بسيط طالع بالمركب يصطاب وهو ماشي في البحر حس ان فيه حاجة لزق في المركب من تحت مصعبة حركته نزل يشوف فيه ايه لقى صخرة كبيرة علقة في المركب ولان شكلها غريب اخدها معاه وهو متخيل انها ملهاش اي قيمة وحطاها تحت السرير وبعد عشر سنين اعطاها الواحد من عيلته بيشتغل في الحكومة وبعد عرض الحجر على مختصين اتباين انها لقلقة عرضها كان اتنين قدم وطلها اتنين واثنين من عشر قدم ووزنها خمسة وسبعين كيلو وقيمتها حوالي ميت مليون دولار راجل هويته يجمع الدبابات الحربية القديمة وفي مرة اشترى دبابة بواحد واربعين الف دولار وبدأ يصلحها وهو بيفحصها لقى في خزان الوقود بعض الاشياء القيمة بلغ السلطات بيها وبعد ما فحص خزان الوقود التاني لقى المفاجأة في البداية هو ظن ان الخزان مليان بالاسلحة بس جيه يشوف لقى سبيكة دهبية ولما طلعها لقى الجوة كمان اربع سبايك دهبية وزن السبيكة تقريبا اتنين كيلو زوجين بيحبوا يشتروا الاشياء والتحف القديمة اشتروا بيانو واتبرعوا بالبيانو لأحد الجامعات والأكيد لو كانوا يعرفوا ايه اللي جوة بيانو ما كانوش هيتبرعوا بيه ابدا البيانو لما وصل الجامعة اخدوا التقني عشان يفحصوا لقى جواه قطع زهبية بخمسمائة الف يورو ومكتوب على القطع ادوارد السابع وجورج الخامس من عهد الملكة فيكتوريا التقني اللي لقى الدهب اخد نصهم واتبرع بالنص التاني للجامعة اما الزوجين اللي اشتروا البيانو واتبرعوا به ما اخدوش حاجة خالص تلت طلاب اشتروا كنبة بعشرين دولار وبعد مدة وهم بينظفوها لقى جواها أربعين ألف دولار لكنهم اتصرفوا بطريقة صح ورجعوا الفلوس لصاحبة الكنبة الست العجوزة اللي اشتروها منها واحد عايش في بيته من سنين وفي يوم حصل مشكلة في مواسير الصرف فبدأ يحفر بمساعدة ولاده الاتنين ولما نزل بالحفر شوية شاف صخور غريبة مش عادية كم الحفر عشان يتفاجئ انه الصخور دي من العصور الوسطى ولقى تحت الصخور كنز وبلغ السلطات وجيهوا علماء الاصار واكتشفوا ان تحت بيته غرف مليانة اصار واشياء قيمة جدا وقبر بجانب الغرف من الفين سنة اخذ علماء الاصار بعض الاشياء وبيته اصبح مزار اسال السجن اكتر مكان سيء محدش ابدا يتمنى يدخله لكن في بعض العمال كان نصبهم يدخلوا السجن ده شان يحصل لهم مفاجأة غير متوقعة وهم بيشتغلوا يحفروا عشان يزرعوا في حضقة السجن لقوا براميل مدفونة في الحضيقة فيها عملات دهبية كان فيها حوالي 7000 قطعة نقضية من الدهب من ايام الامبراطورية العثمانية لكن السلطات ما سمحتش لهم ياخدوا ولو قطعة واحدة ورجعوهم السجن تاني ولو اعجبكم الفيديو بتنساش تحطوا لايك وشير والسبسكرايب ويلا سه 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 سلام